قال المفوض العام لوكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وفليب لازاريني إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب قطاع غزة على الرغم من أعلان الجيش الإسرائيلي عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأضاف أن هناك نوعا من الحرب الصامتة تجرى في الضفة الغربية لافتا إلى أنه كان من الممكن أن ينصب التركيز عليها بقدر أكبر لو لا حرب غزة كما أكد لازاريني أن الأونر والديها تمويل حتى يوليوم مشيرا إلى أن الأمر غير معروف بعد ذلك وأنه يجرى التمويل من شهر إلى شهر